استقبل الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي السيد الدكتور محمد ديان وزير الدولة لشؤون الرئاسة ووزير الدفاع الوطني لجمهورية غينيا حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاءا موسعا تناول اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وارساء دعائم الامن والاستقرار بالمنطقة كما قام الجانبان بالتوقيع على بروتوكون للتعاون العسكري بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكل البلدين واعرب الفريق اول محمد زكي عن تطلعه ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية من جانبه اكد سيد الدكتور محمد ديان حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية مع مصر باعتبارها محورا لاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وسفير غينيا بالقاهرة